السلام عليكم كامل تكونوا بخير وفي أحسن الأحوال كيفيتنا اليوم الروز بالجاج على طريقتي طبق صيفي من أرواع ما يكون جبسة رواعة وبنين تقدروا تديروه للعائلة في البيت ولا تقدروا تديروه في أم بلاتو جوتاب تديروه معكم للبحر ولا للنزوهات أكيد رح يعجبكم مشاهدة طيبة للجميع نحط فيه كمية مليحة على الزيت كما تشاهدون حتى نغطي هذا القاع حضرت هنا بصلة تكون متوسطة الحجم محكوكة أو كنت رحيتها بالمكسر حضرت هنا ربع فصوص محكوكين حضرت الطريفات على الجاج تقدروا تديروه طرف على الجاج وبعد ميطيب تفتوه يعني على حساب الإمكانيات تتوحكم حضرت وريقة كبيرة على الرند والزوج ورق يكونوا صغار مقدار الجلبانة ومقدار زرودية انقطعة إلى مكعبة صغيرة حضرت هنا ملعقة كبيرة تقريبا ماشي مع مرات الملح في مقدار 5 لترات 4 لترات ونصف حتى 5 لترات المرق حضرت شوية فلفل أزود سكنجبير نحط كميات عالكمون شوية عالكمون رح يضيكم بالنار وعا وحضرت شوية تعال الكوركم كيما كم تشوفوا ملعقة كبيرة طماطم مصبرة نحط كامل المكونات بارد في بارد ونحط لكوكوتا تاعي والطاجين تاعي فوق نار هادئة مع التحريك كيما كم تشوفوا لازم نقلي كامل المكونات ويدخلوا فيهم التوابل على نار جده هادئة مدة عشر دقايق تقريبا بعد هاركم رحين تلاحظوا هذا البصل مع الخضراء رحين يطلقوا شوية تعال العصارة التحم ولا شوية تعال مرقة التحم كيما كم تشوفوا من جهة أخرى تكونوا دائرين الكاسولونات على الماء يغلي وتبدأوا تمرقوا في الطاجين تاحكم لا تغفلوش عليه دو تنزون 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 في الماء اللي يكون مغلي طبعا تمرقوا حتى يطيب هادئك الجاج من جهة أخرى عندي هنا رطل تاع الروز او 500 كرام تاع الروز هنا بش ما يجيكم شو الروز معجن وميجيكم يعني يجيكم مفركة لازم تغسلوه تلت مرات حتى الاربع مرات اي نوعية من الروز تغسلوها هنا في الماء اللي يكون بارد لازم تشلو فيه حين تلاحظوا انه فيه لاميدون هادا كوا اللي اللي الساقنا الروز الحبة مع الحبة طبعا نازم نشلوه مليح ونحطوه يكتر على جهة هنا راني انتفقت في الطاجين كما قلت لكم دو تنزون تنزون نسقيه بالماء اللي يكون مغلي بعد ما نشوف الجاج طعب راح مباشرة نرمي فيه هاداك الروز اللي كنت تخسلته وصفيته وخليته يكتر عفوان على جهة نضيف هاداك الروز ونحسب مدة تقريبا عشر دقايق ونجعله طيب هنا دو تنزون تنزون تحركه لكي لا تستقلكم او لا تستقلكم او لا تستقلكم في القاع لكاة الكوكوت والناحية هذه الورقة بالغرنة لكي لا تزوج التطلق لبناء تحياح هذه البناء ونحيها ونعمها بعد عشر دقايق البناء تتطلقها ونجد الروز لكي تشدوه حبة لا ترقوها مع الجنة وطيبة كثيرا دعوها قليلا متماسكة دعوها قليلا من المرقة كما ترون الكمية التي خليتها وضفوا النار وخطوا الكوكوت الروز يكمل طيابه في السخانة ويتشربها كامل بعد نص ساعة ترقوها الروز ناشف دعوها بعد نص ساعة ترقوها لا ترقوها كمية كبيرة فقط دعوها الروز عائم لا يكون طيب نهائيا حتى يبقى مع الجنة في يديكم طفوا عليه ويتشرب ويأتي من أرواح ما يكون في البنة هذا هو الروز ترقوها وكما سبقني وقلت لكم تقدروا ترقوها غير سترقوها وفي الآخر اتفتوه انا رفقتوه هنا بالفلفل حلو حمر سيأتيكم بزاف روعة كي تقدموه مع هذا الفلفل اللي راح متواجد طبعا في الأسواق هذه هي وصفتنا دعو اليوم ان شاء الله تجربوها بهذه الطريقة نقولكم شكرا على حسن المتابعة الى اللقاء في وصفات أخرى بإذن الله